السلام عليكم النهاردة هنتكلم عن مسلسل سندوس واللي هيتعرض قريب على قناة الام بي سي الهام علي شخصيتها ديكتاتورية نوعا ما مسلسل سندوس لايت دراما اتكلمت الهام علي وقالت ان هم حاولوا يبحثوا عن قصص بتقسم ابتسامة جميلة الجميل في العمل ده ان كواليسه لايت واللي هو لايت دراما مش معقد كتير حاولنا نبحث عن قصص ترسم ابتسامة جميلة ان شاء الله اتكلمت كمان الفنانة الهام علي عن كواليس مسلسلها اللي بتشارك بطولته الى جانب حسن عسيري من تأليف علاء حمزة واخراج ظهير قنوع وانتاج شركة الصدف بيشارك الهام في العمل ده عدد كبير من ممثلين الشباب وبالضوء احداثه باطار اجتماعي عائلي فيك مواقف كوميدية كتيرة من النوع اللايت كوميد فيه كمان بعض النجوم المشتركين في المسلسل زي عبد الرحمن نافع ومحمد الحربي وغيرهم المسلسل كان المفروض ان هو يتعرض في رمضان 2022 لكن تم تأجيله الهام علي بتقول ان معاها مجموعة من الشباب ابهروها جدا بالتمسيق الفنانة الهام معاها عدد من الاطفال اللي حيبقوا موجودين في مسلسل سندس كمان قصة المسلسل عبارة عن اربع اولاد ابوهم هو حسن عسيري عنده شركة وبيشتغل فيها بيجيب لهم سندس علشان تاخد بلها منهم هيحصل كوميدية بين سندس وبين الاولاد من خلال مسلسل سندس الفنانة حنان سياد كمان اتكلمت وقالت انها هتكون بدور ريما هيبقى باباها هو حسن عسيري هتتجوز ابن عمها وهتحصل بينهم مواقف كتير جدا وهو هيكون متجوزها طبعا طمعا في فلوس ابوها اما هي فهي زوجة غيورة وشكاكة جدا الفنانة سارة اتكلمت وقالت عن دورها في نوف ان هي دورها بتتكلم دايما وبتسمع كلام اي حد قدامها اما بالنسبة للمبسلة الطفلة رسيلة لاتيبي اتكلمت وقالت ان هي اي مبدور برضو بنت حسن عسيري وهي شائية جدا هنتعرف على العيلة دي فرض فرض منهم وحنعرف ازاي سندس هتبقى معاهم في حياتهم وايه المواقف الكوميدية اللي هتدور بينهم كل ده هنشوفه في مسلسل سندس اللي حيتعرض قريب جدا على قناة مبي سي وان وكمان هيبقى معاهم الساعة ستة مساءا بتوقيت السعودية انتظروني في مسلسل اشوفكم على خير احبكم مرة باي باي